فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأسأله سبحانه وتعالى رضاه ونسأله العلم النافع والعمل الصالح أيها الإخوة والأخوات وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والإستسارات أبين لنفسي وإخواني وأذكر نفسي وإخواني ببعض أحكام الصيف لا شك أننا وفي شدة الحر أسأل الله تبارك وتعالى أن يففف الحرارة عنا وعن أهل الإسلام وفي بلاد المسلمين لا شك أننا نحتاج إلى بعض الأحكام التي تهم الناس في الصيف فمن تلك الأحكام اعلم يقينا أن الله يقلب الليلة والنهار والصيف والشتاء فأعلم أن هذا كله بأمر الله وبيد الله وبما صرف في الكون سبحانه وتعالى فلا تسب القدر ولا تسب الحر ولا تسب الصيف ولا الشتاء ولا تسب الدهر فالله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي لا تسب الدهر فأنا الدهر بيد الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء فإذا وجدت شدة حر لا تسب هذا الحر ولا تسب هذا بل اصبر وأعلم أن كل أذى يصيبك تكفير للسيئات فأول شيء ارضى بقدر الله وبتصريف الله للكون لا تسب الدهر بل ارضى بذلك يأجرك الله كذلك مما يهم الناس في فصل الصيف موضوع الصلاة بعض الناس قد يتخفف من الثياب هو في بيته فيصلي أو تصلي المرأة في بيتها فتتخفف فيظهر بعض شعرها أو يظهر بعض جسادها وهذا لا يجوز هذا لا يجوز ينبغي الاحتياط في مسألة الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة وعند كل مكان يصل فيه وخذوا زينتكم هنا أي ستر العورات فليس لكون الرجل أو المرأة في بيته وردا يصلي فيصلي بأي شيء لا خذ زينتك عند الصلاة فلذا كثير من الإخوة يسأل هل يجوز الصلاة بالفلن المحملات الذي يظهر عاتقيه الجواب يجوز الصلاة فيها مع الكراهة مع الكراهة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء وليس على عاتقه شيء أي فليستر عاتقه أو عاتقيه بشيء هذه السنة وهذا الأحسن لكن إن صلى وكتفاه مكشوفتان فلا حرج إنما يكره له ذلك وكذلك في فصل الصيف نستعذ بالله من حر جهنم فنعلم أن شدة الحر من فيح جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء قال صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر أي أشد ما تجدون من الحر وشدة الحرارة هذا من فيح جهنم وكذلك أشد ما تجدون من الزمهرير من البرد أيضا من جهنم فالمقصود أيها الإخوة نستعذ بالله أيضا من حر جهنم حرارة الشمس الشديدة تذكرك بنار الآخرة فتخشى الله وتخشى النار إذا كانت هذه النار التي لا يتحملها أحد صعبة جدا وحرارة شديدة فما بالنا باليوم الموقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدن الشمس من الرؤوس قدر ميل ويلجم الناس في عرقهم الجامة فهنا نستعيذ بالله من النار ومن كل قول وعمل يقربنا من النار هذه بعض أحكام الصيف الخفيفة ومن أحكام الصيف أن تستأذن عند الذهاب في وقت العورات كالوقت الذي يكون بعد صلاة العشاء وكالوقت الذي يكون قبل صلاة الفاجر والوقت الذي يكون من بعد صلاة الظهر لي القيلولة هذا وقت عورة أيضا كذلك من أحكام الصيف وتخفف الناس من الملابس لا تظهر مرأة عورتها أو لا تلبس لبسا خادشا للحياء أمام أولادها بل تكون حيية متسترة إلى حد كبير وكذلك الأخت لا تلبس ثيابا يثير شرا أمام إخوتها الرجال كذلك الناس في الصيف تتجه إلى المصايف تتجه إلى المصايف فأحذر من الاختلاط المزري وأحذر من تخفيف الملابس والتبرج الذي حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغت المائلة لا يدخن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فالمقصود أيها الإخوة أن هذا الاختلاط في المصايف واللبس الخفيف الذي يظهر لجسم المرأة وعجيزتها وعضورتها هذا كله لا يرضي الله رب العالمين بل نهى عنه قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك هذه بعض الأمور التي نحذرها ونهتم بها في فصل الصيف نساء الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وطأط الحر ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد إنه على ذلك قدير وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سئل لله عز وجل التوفيق والسداد يقول إذا أدركت الإمام وهو راكع فهل أكبر تكبيرتين أم تكبير واحدة؟ كبر تكبيرتين أما التكبيرة الأولى فتكبيرة الإحرام دخولك الصلاة والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال إلى الركوع وإن كبرت تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام فلا حرج المهم تأتي بتكبيرة الإحرام واقفا لا تكبر وأنت راكع حتى تدرك الإمام وهو راكع لا بل كبر أولا وأنت قائم الله وأكبر ثم تنزل لأن تكبيرة الإحرام هي الركن في الصلاة فكبرها وأنت قائم واقف ثم اركع مع الإمام ولا تتعجل لا تجري حتى تدرك الإمام قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا وكان هو أبو بكرة نفيع بن الحارث وجد أبو بكرة الرسول صلى الله عليه وسلم إماما راكعا والناس ركوعا والناس ركوعا فجري وسمع وجبة وجبة يعني صوت سريع وركع قبل أن يصل إلى الصف فبعد أن ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة قال أنت الذي فعلت هذا قال نعم قال زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فلا تجري جريا سريعا حتى تدرك الركعة أو الركوع لكن امشي من شتك المتوسطة الطبيعية المعروفة وما أدركت من صلاة فصلها مع الإمام وما فاتك ففقده يقول السائل متى يبدأ مدة المسح على الخفين هل من لبس الخفين أم من الحدث أفتونه أقول بلاي التوفيق يعني أختار احتياطا من الحدث من أول حدث يحدثه لابس الجوربين أو لابس الخفين فأنت مثلا توضعت للظهر لصلاة الظهر وضوءا كاملا ثم لابست الخفين وأحدثت العصر فبدء اليوم يكون من العصر لأن هذا هو بداية وقت المسح بداية وقت المسح فيكون من العصر فمن أهل العلما قال بداية الحساب يكون من أول لبس الخفين ومن أهل علما قال بداية حساب ذلك بعد الغضوء بعد الحدث من لبس الخفين فهي أقوال ثلاثة معروفة مشهورة يعني أختار في مقام هذا القول القائل أن المدة تبدأ من الحدث من الحدث يقول في بعض الأحيان يأتيني الشيطان ويوسوس لي في ذات الله وفي آيات الله الكونية فما الذي ينبغي عن الإنسان حيال ذلك أقول بالله التوفيق الشيطان لا يفتر أن يوسوس للناس وأن يصرف الناس عن دينهم ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدنا وسواس ماذا نقول وماذا نفعل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بنعه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي فليدفر عن يساره وليستعذ بالله ولينتهي استعاذة وانتهاء قل أعوذ بالله من الشيطان والرجيم ثم انتهي أي عن التفكير وعن الاسترسال في هذا الأمر لأنك لن تدركه وليس عندك من العلم منه شيء ولأن الله هو الخالق والخالق ليس بمخلوق وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فاقطع أي استرسال في التفكير في مثل هذه الأمور وأعلم أن قطعك لهذا الاسترسال وعدم تحدثك به وعدم تحدثك به هذا دليل على إيمانك دليل على إيمانك وعلى صريح إيمانك فهذا دليل على إيمانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن رجل يأتيه الوساوس لكن يتعظم أن يتكلم بها يعني يقول أنا لا أستطيع أن أتكلم بهذه الوساوس وتشق على نفسي هذه الوساوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان ذلك صريح الإيمان أي إن دفعك لهذه الوساوس وإن تعظمك أن تتكلم بها وإنما شقة هذه الوساوس على نفسك لدليل صريح على إيمانك فلا تحزن لمجيئك لهذه الوساوس لكن ادفعها واصرفها عن نفسك وارك الله فيه يقول رجل أعطى أخاه سيارة هدية فأراد المهدى إليه أن يبيع السيارة فهل يجوز له ذلك وهل يجوز لأخيه الذي أهده السيارة أن يشتريه منه مرة أخرى فأقول وبالله التوفيق نعم يجوز الأمران يجوز الأمران يجوز لمن أهدى إليه هدية أن يبيع الهدية لأنه تملكها لأنه تملكها أما القول الذي فيه الهدية لا تهدى ولا تباع فقول غير صحيح بالمرة قول غير صحيح لكن الهدية تملكتها خلاص أهديت هدية من فلان واستلمت الهدية أنت بذلك قد تملكت هذه الهدية تفعل بها ما تشاء تفعل بها ما تشاء من إهداء أو بيع طيب هل يجوز للذي أهداك إياها أن يشتريه منك عند إرادتك البيع نعم يجوز ذلك وليس هو الرجوع في البيع عفوا وليس هو الرجوع في الهدية لكن هذا شراء هو يشتري منه الهدية نعم يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث هكذا أمر الله هو شرع والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير لما سأله سعد بن أبو وقاص قال يا رسول الله أنا لي مال ولا يريثني إلا ابنة واحدة لي فهل أتصدق بنصف مالي قال لا قال فهل أتصدق بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فحتى ابن عباس كان يقول لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى فالمقصود المقصود أن الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة بل أن الوصية بالثلث كثيرة كمان الوصية بالثلث كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير يعني إن قللت عن الثلث في وصيتك لكان أوفق وأحسن نعم يقول هل مست المرأة الأجنبية ينقض الوضوء لا ينقضه لا ينقضه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وإذا أراد أن يسجد غمز عائشة في رجليها ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكذلك تقول عائشة كان في ذات ليلة بحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواري فلم أجده فأدخلت يدي وبحثت فوقعت يدي على بطني قدميه منصوبتان يدعو الله ويسجد يقول الله بني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لأحصي ثناء عليك أن تكملت على نفسك فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها وهي تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطني قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو انتقد وضوءه أو بصل الصلاة بهذا اللمس أما قول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء فالمقصود الجماعة سواء أنزل أو لم ينزل أنزل أو لم ينزل كلمة أو لمستم النساء نعم والمسالة خلافية لكن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء من أهل العلم قال إذا مسها بشهوة نقض وضوء تقض وضوء إذا مسها بشهوة فالله أعلم إلى هنا فاصل قصير ثم نعود وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والعونة والسداد ونسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا إنه على ذلك قدير وصلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وعدنا بعد الفاصل للإجابة على الأسئلة والإسفصارات نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد يقول السائل هل هناك علامات يمكن أن تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة ليس هناك علامات يعني أخوارنا الله بها ولا رسوله فالقبول من عند الله ولا يعلم من قبل من قبلت طاعته ممن لم يقبل إلا الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين وكان بعض العلماء يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة نضمنت الجنة أو نفرحته أو كما قال فلا يعلم أحد أن فلان مقبول في طاعته أو لا إلا الله تبارك وتعالى فليس هناك علامات دقيقة أو صريحة أن فلان قبلت عمرته وحجه وفلان لم تقبل إنما أمر ذلك إلى الله فقد بعض العلماء ذكر أن الطاعة تتجر طاعات ومن علامات قبول الطاعة أن تجرك هذه الطاعة إلى طاعات أخرى فمثلا رجل آتى من الحج والعمرة والحمد لله مستقيم الحال فهذا علامة خير هذا علامة خير لكن هل علامات قبول الطاعة يستطيعها أي أحد هذا الأمر من الصعوبة بمكان بل على الحاج والمعتمر بعد انتهاء حجه أن يدعو الله بالقبول وأن يستغفر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم وشد ذكرى وقبلها قال ثم أفضوا من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فعلى الحاج والمعتبر بعد انتهاء نسكه أن يحمد الله على التمام أن يستغفر الله من أي تقسير أن يسأل ربه القبول ونسأل الله لنا جميعا ذلك يقال أنه لا يجوز الرمي بجمره قد رمي بها فهل هذا صحيح وما دلو عليه هذا الكلام غير صحيح ليس هناك دليل من كتاب أو سنة صحيحة أن الجمرة التي رميت لا يجوز أن يرمى بها برة أخرى فهذا الكلام غير صحيح يقول هل العقيقة واجبة في مال الصبي أو أم مال الأب بداية العقيقة أصلا ليست واجبة العقيقة أصلا ليست واجبة فإنما هي سنة مستحبة سنة مستحبة فهل هي من مال الصبي أو الأب لو كان للصبي مال أخذ من ماله أما غير ذلك لو لم يكن للصبي مال فالعقيقة على الأب وإن أراد أحد أن يهدي ثمن العقيقة للأب فلا حرج أيضا لا حرج أب يقول السائل ما الحكمة وكيف يستطيع الإنسان المسلم التحلي بها الحكمة وضع الشيء في موضعه والرجل الحكيم هو من يضع الأشياء موضعها هو من يضع الأشياء موضع هذا يسمى حكيم فيتكلم إذا وجد الكلام فيه المصلح ويسكت لو كان السكت أحسن يشتد عند الشدة ويلين عند رؤية النلين أحسن وهكذا يفعل أفعاله أغلبها لحكمة أي يضع الشيء في موضعه هذا هو الحكيم طيب كيف يتحل المسلم بالحكمة؟ أولا بسؤال الله لأن الذي يؤتي الحكمة هو الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا هكذا قال الله تبارك تعالى فأول شيء اسأل ربك ذلك يا ربي اتيني الحكمة يا ربي أسألك أن أكون حكيما أسألك الحكمة تسأل ربك ذلك فالله صاحب الفضل والعطاء كذلك إذا أردت أن تتحل بالحكمة فتعلم فتعلمك من كتاب الله ومن سنة رسول الله تستجلب بذلك وتعلم الحكمة فتعرف متى تنكر المنكر ومتى تسكت عنه وتعرف كيف تنكر المنكر وكيف تأمر بمعروف إذا تعلمت الكرآن والسنة تعرف متى تعفو عن ظالم ومتى تنتصر بمظلمتك إذا أردت تعلم الحكمة في النفق مثلا ستتعلم الكتاب والسنة حتى لا تكون مبذرا ولا تكون بخيلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا الحكيم في الإنفاق عنده حكمة في الإنفاق لم تأتي إلا بالتعلم من قرآن والسنة وهكذا في كل جميع الأبواب فأحسن سبيل من سبل اكتساب الحكمة التعلم العلم الشرعي ومصاحبة الحكماء ومصاحبة ذو الفضل والعلم يورثونك حكمة في الكلام في التعامل إلى غير ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا الحكمة يقول هل يغير المنكر باليد ولمن يكون يتغير باليد مع ذكر الأدلة حفظكم الله أقول وبالله التوفيق يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالتغير باليد لصاحب الأمر ولمن له السلطان فالأب على أولاده له سلطانه والمعلم على طلابه والسيد على عبده وكذلك المسؤول عن رعيته أن تغير باليد فمثلا إذا وجدت خمار من أو وجدت رجلا سارقا أو رجل ينصب على خلق الله أو يغتصب أحدا أو غير ذلك إن كنت تستطيع أن تغير المنكر باليد لكن بشرط أن لا يأتي منكر أكبر ففعل ويتستطيع أن تنكر المنكر باللسان تذهب إلى الشرطة مثلا لإنكار هذا المنكر من شرب خمر أو من غصب أو سارق أو غير ذلك فهنا أنت تغير باللسان وذهبت لمن يغير باليد من له سلطان على ذلك فإن كان السؤال من المسؤول عن التغيير المنكر باليد فأقول لكل ذي سلطان فالأب له أن يغير المنكر على زوجته باليد قال تعالى والتي تخافون المشوزهن فاعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير السيد مع عبده والمدرس مع طلابه خاصة في الحلقة حلقة العلم وكذلك ولي الأمر مع رعيته يستطيع تغيير المنكر باليد نعم يقول كيف ترون للشباب أن يتجنبوا الوقوع تحت وطأة المغريات في هذا العصر أي كيف يتجنب الشباب السؤال باختصار كيف يتجنب الشباب الوقوع تحت مغريات العصر والشهوات أقول بالله التوفيق علينا جميعا أن نسأل الله الثبات على الدين وعلينا أن نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوزوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كذلك ابتعد عن مواطن الشبهات والشهوات والفتن فلا تجلس في مجلس فيه من النساء الكاسيات العاليات أو فيه من الاختلاط أو فيه غير ذلك وتقول أريد أن أحوظ نفسي من الفتن أنت ذهبت إلى أرض الفتن فابتعد عن ذلك حتى يعصمك الله ابتعد عن المواقع والصفحات التي تجرب لك المعاصي وتجرب لك الشهوات والفتن وإثارة المكنون ابتعد عن الصحبة السيئة التي تحثك على الشر وتزهدك في الخير كل هذه عوامل تستطيع بفضل الله أن تتجنب الفتن والشهوات من خلالها ونسأل الله أن يحفظ شبابنا وبناتنا إنه على ذلك قدير يقول سأل ما حكم شراء العملة وبيعها وبيعها عند ارتفاع قيمتها أفيدون شراء العملة تبديل عملة بعملة وشراء عملة هذا لا حرج فيه هكذا على العموم لا حرج فيه بشرط أن تكون يدا بيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت الأصناف وهذا الشاهد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فيبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن طالما أنك خلوت من أي محاذير في التعامل في شراء العملات فهذا لا حرج فيه لكن السؤال المهم هل يؤدي تجارتك في العملة هذه أو ادخارك لبعض العملات هل يسبب ذلك ضرر للبلد وضرر لمصالح المسلمين فهذه نظرة لا بد منها عند الفتوى لا بد منها عند الفتوى نعم أصل المعملة حلال شراء وتبديل عملة بعملة طالما في نفس المجلس يدا بيد لا حرج فيه لكن ينظر هل يؤدي ذلك إلى مفسدة في اقتصاد البلد أو مفسدة حقا فإن كان ذلك كذلك فلا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد إذا كان ذلك سيؤدي إلى الفساد يقول ما حكم الواسطة وهل هي حرام إذا أراد مثلا أن يتوظف أو يدخل مدرسة معينة فيأتي بواسطة يقصد شفيع يشفع أقول بالله التوفيق اتخاذ الشفعاء في الدنيا يشفع لي للعمل عند فلان أو يشفع لي لأخطب بنت فلان أو يشفع لي لعمل مصلحة معينة الشفاعة والوساطة هذه لا حرج فيه بشرط ألا يكون فيها رشوة تدفع وكذلك ألا يأخذ مكان غيره فمثلا يريد إنسان أن يتوظف في مكان معين يعمل في شركة معينة فأتى بوسيط أو بوسطة أو بشفيع يشفع لكن هناك من هو أولى من هذا هناك من هو أولى من هذا فيأتي الوسيط أو الوساطة والشفاعة وتضيح حق ذي الحق فهنا نقول تأثم لذلك ولا يجوز لك لكن إن كنت لن تأخذ حق غيرك والأمر مفتوح للجميع لمن أراد أن يتقدم وأتيت بشافع يشفع وليس هناك رشوة تدفع فهذا لا حرج فيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إشفع تؤجر ويقضي الله على الإنسان نبيه ما شاء وأتى رجل كان عبدا أو عبد اسمه مغيث كان يحب بريرة وكانت أمة وعتقت والأمة إذا اعتقت قيرت هل تبقى مع زوجها العبد أو تتركه فالمهم بريرة تركته قالت لا أريده فمغيث ذهبا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يشفع له حتى يشفع له يا رسول الله اذهب لبريرة واشفع لي وهكذا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وقال ما لك عن مغيث يعني هو يحبك ويريدك فلماذا ترفضينه قالت يا رسول الله أمر من الله ورسوله أم شفاعة أنت تشفع فقط أم هو أمر أستجيب له وأمتثله قال بل شفاعة قال أنا شافع فقالت لا حاجة لي به لا حاجة لي به فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع في أمر الزواج فهذا لا حرج فيه بل الشافع يؤجر يشفع تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء يقول هل يقع على المرأة اسم إن امتنعت عن زوجها حين يطلبها للفراش بسبب حالتها النفسية العابرة أو مرض ألم بها فأقول بالله التوفيق الله يعلم المصلح من المفسد يعلم هل هذه المرأة حقا مريضة وحقا لا تستطيع الاستجابة لزوجها أو لا فإن كانت المرأة لا تستطيع الاستجابة لزوجها ولطلبه الفراش فلا اسم عليها إن كانت مريضة وإن كانت حقا لا تستطيع ذلك أما أن تتساهل وترفض وتقول مريضة وتدعي المرض فهذا لا يجوز لها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيوم رأى دعاها زوجها إلى فراشه فأبت باتت والملائكة تلعنها نعم يقول هل يجوز نقل ماء زمزم إلى بلد آخر لغرض التداوي وهل يحتفظ الماء بخصوصيته؟ أقول بالله التوفيق يجوز نقل الماء زمزم إلى بلد آخر وهل يحتفظ الماء بخصوصيته؟ الله أعلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زمزم ماء لما قال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم قال هو طعام طعم وشفاء سقم أما حديث الزمزم المشورب له حديث لا يثبت أما الصحيف السابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم فالظاهر من الحديث أنه ليس بشربه في مكة أنه ليس خاصا بشربه في مكة هو صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم وشفاء سقم ولم يقل شربوه في مكة طعام طعم فلم يخصصه بمكة صلى الله عليه وسلم يقول هل ورد في الشرع ما يمنع من رقية المريض بالقرآن؟ وهل يجوز للراقي أن يأخذ أجرا على رقيته؟ أو هدية أقول بالله التوفيق الرؤية أصلا بالقرآن وبالسنة هل ورد في شرع الرقية بالقرآن؟ نعم رقى أبو سعيد الخدري رجلا لدغ رقاه بالفاتحة فبرئ فصرف لهم ثلاثون شاتا هدية ومكافأة فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل تقسيمها وقالوا يا رسول الله حدث كذا وكذا ورقاه أبو سعيد بسورة الفاتحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية اقسموا وضربوا منها بسهم فهن رقاه بالفاتحة بالقرآن وأخذ أجرة على الرقية وأخذ أجرة على الرقية وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوزتين يجمع يديه وينفس فيهما ينفس ويقرأ بالفلق والناس ويعيذ بهما نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفلق والناس ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستهيز بمثلهما فالمقصود أن الفلق والناس والفاتحة وغير ذلك والبقرة كلها رقية عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة فهي الرقية بالقرآن وبالسنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة ارق بالقرآن ارق بالسنة بالأدعية بالأذكار لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة وهل يأخذ أجرا على رقيته نعم لا حرج فيه ذلك كما أخذ أبو سعيد الفدري وأصحابه ثلاثين شاتا وأكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى قال وما يدريك أنها رقية اقسموا واضربوا لي منها بسهم واضربوا لي منها بسهم هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يوفقنا ويقوم لما يحب ويرضى وأسأل سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح نسأل الله الهدى والتقع العفاف والغنى ونسأل الله أن يؤتي نفسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار هذا وصلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون